السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعظم حوار جرى في التاريخ هو بين الله سبحانه وتعالى وإبليس عندما الله سبحانه وتعالى عزه وأكرمه وجعله في صنف من الملائكة لكن لما عصى الله سبحانه وتعالى وأبى واستكبر طرده الله من رحمته وطرده من منزل عظيمة لكن إبليس توعد وهدد بأن يضلنا أجمعين لكن من الناجون من هم الناجون إنهم المؤمنين حتى إبليس قال لا أضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين كان إبليس يقول يا الله أنا بضل كل العباد بس الصادقين معك والمؤمنين اللي يحبونك أنا من يبجعيهم ماذا رد الله عليه قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أصلا ما تقواهم لأن الله يحميهم احفظ الله يحفظك مسالك الشيطان وهمزات الشيطان ومزلات الشيطان دمرتنا أبعدتنا عن ربنا نبي نعرف هذا الحوار الكبير وهذا الحوار الخطير اللي لديهم كل البشرية تعرفه حتى تتقي سوء مزالق الشيطان ومداخل الشيطان الله يعصمنا وإياكم من هذه الأمور كلها يا رب العالمين واجعلنا وإياكم هداتا مهتدين غير ظالين ولا مضلين حياكم الله في برنامج ديوانية الواقع يوميا من الساعة التاسعة حتى صلاة الظهر نتشرف معه أيضا بإمكانكم متابعتنا عن طريق البث المباشر في اليوتيوب قناة الواقع مباشر تجدون الخط على اليوتيوب وأسأل الله أن يعصمنا وإياكم جميع المسلمين أبو صالح خطورة الشيطان وتدميره